شفنا في آخر مباريات أداء متراجع للأهلي شايف ده أسبابه إيه؟ هو أكيد أي سبب غير مسلماني بصراحة العامل المسلماني مع الأهلي يعني بصراحة لو في الزمالك كانت عمله تمثيل بصراحة أسباب التراجع في الأداء إيه؟ أسباب تراجع الأهلي هي الفكرة كلها في عقلية اللعيبة اللعيبة ما بتحبش المدرب اللي أمورها لعبت الأهلي حتى على فكرة عاملها السؤال الأهلي فعلا متراجع بالشكل ده؟ حصل وعلى فكرة وقبل ما فيلر يمشي الناس بتشيت بفيلر والناس بتقول يا ريت ولا يوم من أيامك يا فيلر والكلام ده كله فيلر قبل ما يمشي طب إيه معيار التراجع أو التقدم؟ أنا بالنسبة للأرقام استحوازي 70% 65% مضيع 7-8 أهداف محققة وفي الآخر كسبان فرق 2-3 أهداف مطلوب يعمل إيه تاني عشان إبادته كويس أوهو مسلماني أنا شايف مسلماني أي مدير فني مش الأهلي بس لا مسلماني طبيعي وعلى فكرة السبب كله مش أهلي ولا زمالك والله الفكرة كلها بتلاحهم المواسم اللعبة دي بتاخد أجازة ده أي لعيب طبيعي برد بياخد شهر وشهرين أجازة إحنا بعلنا 3-4 سمين من وقت الكورونا مفيش لعيب خد أجازة حتى أسبوعين على بعض مفيش معهو اللعيب طبيعي هيجيله إرهاق على فكرة سبب قوة الأهلي وسبب قوة منتخب مصر خط نص الأهلي عمر السلية حمد الفاتحي وقالي تلاتة ما لهمش حل فعلا أي نادي في أفريقيا يتمنى دلوقتي المستوى موحش تنظيم في توقيتات التوقيت بتاع الدوري والمباريات ليه ما فيش راحة للعيبة ما هو ده اللي طالبنا بيه بعد موسم كورونا قلنا الموسم يتلغي اللعبة تريح بعد كي تبتدي موسم بشكله منظم على فكرة أنا بشيت بالربطة المصرية برئاسة أحمد دياب طبعا بشيت باللي بيعملوه ما بيحاولوا وجاهدين إن هم يعملوا حاجة وشكل للكرة مصرية وفعلا بطول الكاس الرابطة اللي طلعت والحاجات اللي طلعت بتلايب في وقت توقفات وشكلها جميل وشوفنا أندية فيوتشار إسماعيلي إمبي حتى وغزل المحلة نص نهاية بقى نفسنا حاجات من غير أهلي وزمالك بقى لنا كتير فعلا بشيت باللي بيعملوه بس فعلا من الحاجات الأساسية اللي كان لازم تتعامل بعد الكورونا وهم ما لهمش زنبي فيه إن الموزق كان يتلغي نحن بكرا ن explor في الكاس الأهلي وبرمت زي 바كرة في الكاس الكاس القديم والنهار ده أصلا كورعة الكاس الجديد كاس الجديد النهار الارة القرعة بتاعته فالأهل هيرع في النهار دها هيلعب مين في الكاس الجديد وزي الزمالك بالزبط ما هو لعب أسوان في الكاس القديم وبعد كيه لعب الدخلية في الكاس الجديد وده حاجة ما بتحصلش غير في مصر وضغط نفسي على العيب كمان يا أستاذ عمر طبعا ضغط نفسي كبير طبعا اللعيب بعد كده هو اللعيب محتاجي ياخد روح أي حد في العالم عنده حاجة اسمها أجازة سنوية اللعيب ما عندهش أجازة سنوية في مصر طبيعي ده هيحصل إرهاق احنا بنشوف حمدي فتحي بعد الديئة 60 قال لهم أنا مش هادف غير راحة البدنية كمان أكيد هو عنده أسرة عنده أصدقاء عنده علاقات اجتماعية طبعا من حق أن هو يشوف يعني أجازته يشوف حياته الاجتماعية راحة النفسية دي بتبقى مهمة ده دور اتحاد القورة ولا دور الرابطة ولا دور ميد دور دلوقتي حاليا الرابطة وأنا شايف أنهم ماشيين كويس